أحبائي متابعي وزوار القناة السلام عليكم ورحمة الله كنتم أن تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة مناسبة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس ما فيها بس انذكروا بأول ميدالية حصل عليها المغرب والبطال اللي حصل عليها كيف هو معروف؟ كانت أول مشاركة للمملكة المغربية في الألعاب الأولمبية سنة 1960 وكان أبرز حادث في هذه المشاركة وهو من اللي قادة العداء المغربي المرحوم عبد السلام الرضي بفضل ذكأه والخبرة دياله المغرب لتحقيق أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية لتقامت أنا ذاك بالعاصمة الإيطالية روما وكانت هذه الميدالية في الضياء في الماراتون وهذا البطال الرياضي بالله يجدت عليها الرحمة والمغفرة كان من موالي 28 فبراير 1929 فتونات انطلقت حياته في زبال الريف حيث كان في اللاح كي سعى الأسرة دياله في رعي الأخنام وتم تجنيده في الجيش الفرنسي سنة 1950 بحيث كان المغرب تحت الحماية أنذاك وقضع بسلام الرضي جوزء كبير من حياته في مدينة ديجون الفرنسية فوج الموشات المغربي الخامس ثم فوج الموشات الخامس والعشرين تفتنوا الفرنسيين باللهد الشاب المغربي كيمتلك موهبة استثنائية في الركض وتنبقوا لي بمسيرة رياضية تميزة في ألعاب القيوة نفس عبد السلام الرضي بقاميص فرنسا ونال ذهبية سباق الأمم حيث ما كانش مسموح ليه في ذاك الوقت يمتل المغرب كما فوت فرصة المشاركة في الألعاب الأولمبية لسنة 1956 بميلبورن الأسترالية وهي السنة التي عرفت حصول المملكة المغربية على استقلالها كما رفضها بسلام الرضي جميع الإغراءات التي تعرض لها باش يحمل الجنسيتين الفرنسية والبلجيكية وتشبت بتمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية سنة 1960 بالعاصمة الإيطالية روما بعد العودة لبيعتها المغربية الأرض الوطان حضار راضي باستقبال أرسمي من الملك الراحيل محمد الخاميس وبعد التقاعد من الجندية استقرب مدينة فاس حتى وفاة المانية في الرابع من أكتوبر سنة 2000 اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسح جناتك يا رب العالمين أحبائي حتى انتقذك بسولة قادمة بحول الله مع قوته محبتي وتقديري اشتركوا في القناة